مائة واربعون سفينة حربية وأكثر من ستين طائرة ومروحية ونحو ألف وحدة من المعدات العسكرية تشارك في مناورات الحزام الأمني البحري المشتركة بين الصين وإيران وروسيا تجرى هذه التمرينات بشكل دوري كل عام إلى أنها تحظى هذه المرة بأهمية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة وتنامي تهديدات البحرية في المياه الدولية والخطر الذي تشكله على أمن الملاحة ونقل الطاقة في العالم هدفنا من هذه التدريبات إصال رسالة إلى العالم مفادها بأننا حاضرون على نحو جد في المنطقة وأن تركيزنا ينصب على تحقيق الأمن البحري وسلامة الملاحة البحرية إننا نسعى أيضا إلى احترام القوانين الدولية ونستعد لمواجهة أي تهديد في المجال البحري ولا سيما الإرهاب البحري الذي يؤدي إلى تلويث البيئة ترى إيران وشركاؤها في هذا النوع من التعاون العسكري وسيلة لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة وفرصة مناسبة لنقل التجارب والخبرات بين القوات البحرية للأطراف المشاركة بعدما جرينا التدريب على إطلاق النار من على السفن ومن المروحيات سوف ننتقل إلى المرخلة الثانية وهي التدرب على تحرير السفن التي جرت قرصنتها وعلى إنقاذ السفن التي تعرضت للحرق قواتنا البحرية متدربة على الحضور في كافة الظروف الجوية وهذه التدريبة سيكون لها تأثير جيد بالتأكيد إلى مزيد من توثيق العلاقات مع الشرق تتجه إيران ليس عسكريا فحسب بل سياسيا واقتصاديا هي رسالة تواجهها إيران للغرب قائلة إن أحياء الاتفاق النووي ليس الخيار الوحيد أمامها استضافة إيران مناورات عسكرية لقواتين عظميين كالصين والروسيا تعكس ارتقاء مكانتها على الصاعدين العسكري والسياسي كما تشكل رسالة جماعية من الدول المشاركة لأنها على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة ملك عابدة طهران الميادين